آخر فصول تفنن الأندية الفرنسية في تطبيق تعليمة اتحادية كرة القدم الرافضة لفكرة إيقاف مباريات الدور المحلي المتزمنة مع ذن المغرب لسماح للعبين المسلمين بل إفطار في عجالة جلت في معاناة الدولي الجزائري جوان حجام لعب نادي نونت بعد أن حرمه مدربه أنتوان كومبواري من لقاءات فريق الكناري الرسمية رغم حاجته الفنية الماسة إلى خدماته تمسك حجام بتأدية واجباته الدينية قابله خروج ألي وإقصاء تعسفي من قائمة فريقه إلى غاية نهاية شهر الصيام وهو الأمر الذي فتح المجال لكثير من متتبعي شأن الكروي لانتقاد الهيئة الفرنسية التي لم تسهل المهمة للصائمين مثل ما قامت به باقي الاتحاديات والأندية الأوروبية وأكسب الدولي الجزائري تعاطفا وتضامنا واسعين ما زلت أفكر في أن الصيام شهر رمضان هو سلوك يذهل لي بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يتساءلون نحن نتحدث عن هوية الشخص سؤال بسيط هل من الجيد أن تطلب من شخص ما أن يتنحى عن هويته العامة وإن أصب الاتحاد الفرنسي وأنديته الباحثة عن هجة ابتعاد اللاعب عن كامل إمكانيته خلال فترة الصيام فإن تألق الفرنسي بنزيمة مع ريال مادريد الإسباني ونجم الناديين الإنجليزيين موشستر سيتي وليفربول الجزائر الرياض محرز والمصر محمد صلاح وآخرون كفير بإبطال كل ما يسعى إليه الاتحاد الفرنسي للعب حرب نفسية ضروس وتهميش استفزازي شرس ممارس في حق اللاعبين المسلمين واقع يثبت للمرة الألف للعبين مزدوجية الجنسية أن اختيار القلب والأصل الأنسب في تحقيق المجد الكروي